كل سنة بتعدي على الواحد بقوة في سنة جديدة من عمره بيقول يا رب الناس كلها تكون بتحبيني ومحد الزعلان مني لو في حد معين هتقوله ما تزعلش مني السنة دي وان شاء الله كل الأمور تبقى كويسة الفترة هو أنا الحمد لله ما زعلتش حد خالص بس في ناس مزعلان دي عقدم الشعب بس أنا بتكلم في إيه يا رب لو أنا مزعل حد من غير قصد يسمحني أنا في 62 سنة خلاص ربنا يا دي بدأنا في ال62 بس يختار حد بس يختار حد يقوله ما تزعلش مني وما عمتلكش حاجة تمام بس هقولك على حاجة خلي الاسم اللي يجي لأول أول اسم جاي على بالك وقلوه على طول لا هو مش اسم أنا أخليها في المطلق أي حد زعلان مني من أن أنا مثلا ما ردتش غبته في يوم الأيام ما يزعلش مني لأن ظروف ما كانتش مساعدة لأنه نرد غبت أي حد فلو أي حد زعلان مني ما يزعلش شاش له اسمه؟ ما هقول اسم إيه ده مطلقة أربعة خمس كتير لا يعني بس أي حد زعلان مني مين أكتر واحد في يوم بتحبه وفعلا زيلت على زعله؟ والله يا بس أقولك لأس دول في ناس منهم زمال ملعب وفي ناس مثلا إعلاميين صحابي ومحبهم جدا جدا يعني يعني مش عايز أقول أسماء لكن لو أي حد فعلا زي ما بقولك زعلان مني لحاجة معينة ميزعلش لأن الواحد دايما دايما وأبدا ما بيحبش حد يزعل منه أنا ممكن أزعل منك فاهمني؟ لكن مجرد ما بتيجي تقولي إزايك خلاص الموضوع امتهى السيرة بتاعتك دايما الرجل القلبه طيب الرجل اللي ما بيزعلش من حد الحمد لله بفضل الله الواحد القلبه أبيض بخطين حم فما بيزعلش من حد وبشلش والله يا كريم يعني في ناس كتير جدا أساؤلية سواء في حياتك بقى العملية في حياتك الكورة وإحنا بنلعب بتاع لكن عمري ما بشيل الموضوع بالنسبة لي بنسى الحمد لله برد يعني القصة دي بالنسبة لي متصالح مع نفسي والواحد لما بيزعل من حد مجرد مترفع السماعة تريفين الموضوع امتهى صحيح كل السنوح لك طيبك بتنترق العمر كله إن شاء الله ربنا يخليكم شكرا بزيان شرفتني ونورتني ربنا يخليكم